اشتركوا في القناة السعادة مليء بالانجازات مليء بالايجابية ومليء بالتفاؤل نحييكم في برنامجكم اللذاعي صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الصحية والطبية فهذه أطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف العلي ومن الإخراج معنا الأستاذ إيمان سرحيل وتحيات طاقا الإعداد في هيئة الصحة بدبي عموما مع اشراقة هذا الصباح دائما ما عودناكم الفقرة الأولى ناخذكم مع مجموعة من الأخبار اللي وردت في وكالات الأنباء المحلية والعالمية أول خبر ما نتكلم عنه اليوم حمدان بن محمد يطلق مشروع دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي في احتفال كبير أقيم في مركز دبي التجاري العالمي صباح أمس مشروع دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية الذي عدته هيئة الصحة بدبي في إطار رؤية صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وحرصه على تطوير قطاع السياحة وتنميته لتصبح مدينة دبي بسياحتها العلاجية والعائلية والتسويقية الوجهة المثالية القادرة على استقطاب نحو نصف مليون سائح مع حلول موعد إكسبو 2020 لا سيما سياح العلاج في المشافي والمراكز الطبية المتوفرة في دبي على مستوى القطاعين العام والخاص وأيضا قدرة منشآتنا الصحية والعلاجية في دولة الامرات عموما لديها قدرة عالية في المنافسة العالمية في هذا المجال طبعا ختم سموه جواز السفر النموذج ووقعه معلنا بدء استقبال السياح في دبي من أنحاء العالم وأكد سموه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم لعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن المنشآت الصحية والعلاجية في دبي قادرة على المنافسة العالمية في هذا المجال وقال سموه أمس عبر تويتر أطلقنا أمس مشروع دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية الذي أعدته هيئة الصحة في دبي إذ يأتي المشروع في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي لتطوير قطاع السياحة العلاجية وتنميتها لتصبح دبي الوجهة المثالية للسياحة العلاجية والعائلية مؤكدا سموه سنتابع المشروع خطوة بخطوة للوصول به إلى المبتغ المنشود أيضا في كلمة ألقاها مع لحمد القطامي رئيس مجلس الإدهر المدير العام لهاية الصحة في دبي رحب فيها برعاية سمو ولي العهد للفعالية التي وصفها بأنها منعطف تاريخي بالنسبة للهيئة التي أعدت المشروع الطموح لتحقيق الريادة في قطاع السياحة العلاجية من خلال برنامج تجريه دبي الصحية التي توفر باقة من التخصصات الطبية ذات المعايير العالمية على أن يتحقق ذلك عبر ترسيخ التعاون والتنسيق أيضا لبناء علاقة استراتيجية بين الهيئة والشركاء الاستراتيجيين في دبي في مقدمتهم طيران الإمارات دائرة السياحة وتسويق التجاري لدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وعدد من مؤسسات القطاع الخاص من ذوي العلاقة والاختصاص أيضا يعني من بين الأخبار كذلك يقولون صحة دبي تقبل بطاقات التأمين الخاصة في مستشفياتها 18 الجاري يعني تبدأ هيئة الصحة في دبي قبل بطاقات التأمين الصحي صادرة عن شركات القطاع الخاص في مستشفياتها اعتبارا من 18 إبريل الجاري حيث ستكون البداية في مستشفى راشد على أن تدخل باقي المستشفيات والمراكز الصحية وفقا لجدول زمني ينتهي قبل أواخر العام الجاري وقال الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التأمين الصحي في هيئة الصحة في دبي لصحيفة البيان سيكون بمقدور المرضى استخدام بطاقات التأمين الصحي الخاصة بهم في مستشفيات الهيئة لتلقي خدمات التشخيصية والعلاجية وأشار إلى أن قبول بطاقات التأمين الصحي سيتم على مراحل تبدأ أولا من مستشفى راشد بما في ذلك قسم الطوارئ اعتبارا من الثامن عشر من الشهر الجاري على أن يتم بعدها الانتقال إلى مستشفى لطيف الشهر المقبل ثم يمتد التطبيق إلى مستشفى دبي وحتى والمراكز الصحية التابعة للهيئة قبل نهاية العام الجاري هذا الخبر ما نركز عليه نحن بشكل أكبر مبفي الحلقة اليوم ولكن في الحلقات القادمة أيضا غدا بيكون عندنا ملف السياحة العلاجية من خلال حلقة الملف الطبي اللي تعوتوا عليها كل يوم ثلاثة نحط موضوع السياحة العلاجية تحت السبوت ولا تحت الأنظار طيب على طريق السياحة العلاجية يعني هنا أتذكر أن في دول الصدقون هنا قامت وصارت من المراكز الخاصة في السياحة العلاجية من وراء مستشفى مستشفى واحد في هذه الدولة قدروا يبنون عليه يعني منظومة للسياحة العلاجية وصارت هذه مقصد لسواح العالم أن يتوجهون لهذه الدولة للعلاج تخيلوا من وراء مستشفى فبالك أنتوا في دبي عندكم يعني منظومة صحية على أعلى الدرجات عموما من بين الأخبار اللي دايما نزودكم فيها ما بين فترة وفترة يقول الأرق يرتبط بوقوع خلل في بنية المخ اكتشف باحثون في المستشفى الشعبي الثاني في مقاطعة كوانغ تونغ الصينية أن أشخاصا يعانون من الأرق يتصفون بوقوع خلل في توزيع المادة البيضاء في أمخاخهم أمخاخهم يعني جمع مخ ويقول العلماء أن الأرق بغض النظر عن انتشاره الواسع بقية العوامل التي يعود إليها غير معروفة بشكل دقيق فعادة ما يظهر الأرق لدى الأشخاص الذين يتعرضون للإرهاق نهارا والانحطاط في المزاج واختلال في الإدراك وقرر العلماء المختصون بالجهاز العصبي إجراء دراسة حول علاقة الخلل في توزع مادة المخ البيضاء بالمعاناة من الأرق ومدى خطورة هذا الخلل فالمادة البيضاء المذكورة عبارة عن حزم من الأمهدة وهي السيقان الطويلة للخلايا العصبية التي توصل ما بين الأجزاء المختلفة من المخ يعني من خلال هذا الاكتشاف ممكن يحلون لهم وايد مشاكل تحبون السوشي اللي يحب السوشي وأقول له خبر زين يقول عشر حبات سوشي مرتين في الأسبوع تحمي القلب ينصح بتناول طبق السوشي مرتين أسبوعيا على أن لا تتعدى الوجبة عشرة حبات وذلك بسبب فوائده الصحية حيث أثبتت دراسات حديثة أن تناوله يقي من الأمراض الكثيرة ويتكون هذا الطبق الياباني من أنواع عدة من الأسماك وثمار البحر والأعشاب البحرية بالإضافة إلى الأرز والخضار والسوشي قليل الدهون وغني بالبروتين والفيتامينات والمعادل لذلك يعد من الأطباق عالية القيمة الغذائية عالية القيمة الغذائية ويخفض تناول السوشي من المستوى كريسترول السيئة ويحمي القلب كما يحد من مظاهر الشيخوخة من شي ما تطلع التجاعد في ويوه اليابانيين المهم أثبت الدراسة حديثة من جامعة بيتسبورغ الأمريكية أن احتواء السوشي على الماكلات البحرية يزيد من نسبة الأوميغا 3 فيها الذي بدوره يقلل من تصلب الشرايين كما أفادت الدراسة بأن اليابانيين أقل عرضا للإصابة بأمراض القلب وذلك يعود إلى تناوله ما يقارب 100 جرام من الأسماك يوميا مقارنة بالأمريكيين الذين يتناولون ما يعادل 13 جراما فقط من جانب آخر كشفت دراسة من جامعة أكسفورد البريطانية أن الأوميغا 3 خصوصا في سمك السالمون يحسن من نوعية النوم عند الأطفال ويساعدهم على التغلب على النوم المتقطع وبهذا الخبر نحن ناخذ فاصل عشان أيمن ما يزعل وما نرجع لكم إن شاء الله في تغطية متواصلة للعديد من المواضيع في حلقتنا اليوم فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي يعني مستمعين نعيش نحن الآن أجواء معرض دبي للإنجازات الحكومية نحن من غطي هذا المعرض مناخذ تفاصيل هذه المشاركة في هذا المعرض لكن قبل لندش في دورة هذه السنة نبغي أرجع لمعرض الإنجازات الحكومية 2015 2015 قدمت الهيئة يعني أو استعرضت ضمن مشاركتها في هذا المعرض أو في تلك الدورة المجالات المتقدمة في جراحة المناظير النسائية في مستشفى لطيفة ليش؟ لأن هذا البرنامج متكامل وتم اعتماد عالميا من جمعية الجراحين الأمريكية للمناظير النسائية كون أول مركز امتياز على مستوى منطقة الشرق الأوسط بعد استفاءه لكل المعايير والشروط والمتطلبات الخاصة للحصول على هذا الاعتماد وأيضا البرنامج هو مستمر في التطور مستمر في دعم استراتيجية الهيئة التي تسعى لتطبيق منهج الابتكار في تقديم الخدمات الصحية اللي يحتاجونها المرضى فعشان نحن نسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع أنا يسعدني أن يكون معايا عبر الهاتف الدكتور غسان لطفي استشاري جراحة المناظير النسائية بمستشفى لطيفة وما نتحدث معاه عن الاعتماد الدولي لمركز جراحة المناظير النسائية بمستشفى لطيفة من قبل الهيئة الأمريكية لجراحة المناظير صباح الخير دكتور صباح الخير دكتور الآن يعني هذا الاعتماد اللي حصلت عليه من خلال الهيئة الأمريكية لجراحة المناظير يعني هذه مختلفة دكتور عن الاعتماد اللي حصلنا في 2014 لا هذا هو الاعتماد اللي حصلنا عليه في أكتوبر سنة 2014 والذي يعتمد نفس تقنية الاعتمادات الدولية القائمة على استفاء مثل ما تصدرت حضرتك شروط معينة تحددها كل هيئة تعتبر مرجعية عالمية مؤلفة من اختصاصيين ومن مؤسسات طبية لها الصفة إنها تراجع وتتقق في الشروط المطلوبة لإعطاء هذه التأهل لمستشفى ولآخر جميل ويتم تجديدها يعني بين فترة وفترة دكتور كل ثلاثة موارد جميل طيب دكتور قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الحوار دعنا نعرف المستمعين بشكل عام عن المركز والخدمات اللي يقدمها للمرضى المركز بدأنا في العمل فيه في 2012 بتأهيله بالموارد البشرية والموارد التقنية والحيكل العلمي الذي أصبح يؤهله في 2014 للتأهيل العالمي اللي حصلنا عليه المركز يركز بشكل أساسي على استفاء الإمكانيات المطلوبة لإجراء كل العمليات الجراحات النسائية عن طريق المنظر وبالتالي ارتفعنا من مستوى نسبة الجراحات المناظير في 2010 بنسبة 15% من العمليات المجادسة في مستشفى لطيفة إلى نسبة تقريبا 90% حاليا نحن نجرب كل العمليات الجراحية النسائية بنسبة تقريبا 90% عن طريق المناظير اللهم يعني ما عدا بعض الجراحات أورام السرطانية لأنه عندنا كما في قسم لعلاج الأورام النسائية السرطانية وغير الحميدة وغير الحميدة وهذا لا بد من علاجها عن طريق العمليات المفتوحة لأمور معينة ليس لها علاقة بتقنية أو بالإمكانية ولكن بالضرورة أنها تجري على طريق الفتح الوطن يعني دكتور أنا أفهم من كلامك أن حتى العمليات المعقدة أنت تقول 90% من العمليات يعني حتى العمليات المعقدة تسوونها بالمناظير وأبغي أعرف شو نسبة النجاح صحيح نحن نساوي تقريبا هلأ الحين الحمد لله كل العمليات الأورام الحميدة وجزء من الأورام السرطانية غير الحميدة عن طريق المناظير وباستقطاب فعاليات جراحية معترف فيها عالميا أصبح بإمكان مستشفى لطيفة ودبي وهيئة الصحة أن تدعي إمكانية إجراء عمليات على مستوى التقني التي تجرى في مراكز عالمية في أوروبا وفي أمريكا النجاح انتهى من ضمن الشروط المتبعة للتأهيل العالمي اللي نحن حصلنا عليه فبالتالي نحن في عنا محصولة لكل العمليات بحيث أن تكشف عن نجاح العملية من خلال النتيجة المباشرة واللاحقة يعني إعادة الدخول إلى المستشفى مضاعفات العملية اللي ممكن أن تحصل في خلال الأسبوع الأول أو في خلال الشهر الأول هذا كله مسجل ومدون ويتم رجعته والحمد لله نحن ممكن نقول بأنه نحن تحت البنشمارك يعني تحت المستوى اللي متعارف عليه أنه هو المستوى المقبول عالميا للإدعاء بأنه نحن عملياتنا والنتائج انتهتها ناجحة جميل دكتور يعني الفواد الإيجابي لاستخدام تقنية جراحة المناظير مقارنة بالطرق التقليدية أو إن صح التعبير على أنها طرق تقليدية جراحة المناظير لها فائتين أساسيتين أولا بالنسبة للمريضة نفسها العودة السريعة إلى حياتها الطبيعية وعملها فبالتالي تقصر فترة الإقامة في المستشفى تقصر فترة الإجازة المرضية ولكن لأكثر من هذا أيضا العمليات التي تجرى عن طريق المناظير هي عمليات دقيقة وعمليات صحيح العمليات دقيقة وعمليات تجري بطريقة واضحة وعلنية للجميع يعني أي إنسان ممكن أنه يتابع هذه العمليات ويرى دقة وجمال الإجراء انتاع العملية الذي يحفظ ويصون النسيج الحي بالطريقة التي تسمح لهذا النسيج بأنه يتابع وظائفه بعد العملية بطريقة طبيعية أيضا الدكتور أعتقد في فائدة جميلة خاصة للنساء أن الجرح ما يكون كبير يعني في الجسد فهذه من الأشياء اللي تهمهم أكثر يعني أنا أتصور عموما دكتور يعني أنا قبل ما أتحدث أو تطرخنا الحديث يعني عن التجهيزات والإمكانيات المتوفرة في المركز بشكل أو بآخر لكن هنا أبغي أتكلم دكتور أنتوا كنتوا تسوون ورش خاصة يعني لجراحة مناظير الأمراض النسائية في مستشفى لطيفة فحولتوا هذا المركز إلى مركز تعليمي كذلك يعني أبغي أتكلم عن هذا الجانب وهذا التوجه من قبلكم صحيح الورش قائمة ولا تزال تسير يعني نحن نقوم فيها تقريبا بشكل دوري كل ثلاث إلى أربعة أشهر والهدف منها تدريب أطباء المستشفى وأطباء الهيئة بشكل عام وتدريجيا إن شاء الله أن تكون مسرح للتدريب العام للأطباء في المجتمع الطبي في دبي لإعطاؤهم الإمكانيات التقنية لممارسة الحد الأدمى والمقبول من ناحية الجودة والكفاءة إنه يجروا هذه العمليات نفسها في مستشفياتهم الخاصة أو العامة طبعا هذه الورش تقوم بفعاليات داخلية يعني من قبل ما نحن في المستشفى اللطيفة أو حتى وآخره كان يعني من قبل شهر ونص باستضافة كمان اختصاصيين في مجالات مثل منظار الرحم أو أمور تانية اللي ندعوهم لأنه يقيموا فيها في مستشفى اللطيفة فترة معينة وهذه كمان تزيد من الكفاءات الموجودة عندنا في المستشفى وفي الهيئة بشكل عام جميل دكتور أنا بس آخر سؤال قبل أن أطلع الفاصل يعني تم أطلاق مشروع السياحة العلاجية بالأمس من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي العهد رعاه الله وأيضا اليوم كنت أقرأ خبر في بداية البرنامج عن أن الصحة دبي بتبتدي قبول بطاقات التأمين الخاصة في مستشفياتها من 18 رجالي بتبتدي في مستشفى راشد وبتسحب على مستشفى لطيفة وباقي المستشفيات تتابعة للهيئة ومراكزها الصحية الآن أنتوا من خلال هذا الاعتماد ومن خلال هذا اللي تقدمونا يا ترى كيف ماشيين في دوركم في تعزيز مشروع السياحة العلاجية في دبي؟ باختصار دكتور عشان أطلع الفاصل بعد نحن الحين بدأنا نستقطب مرضى من جميع الحائل العالم بشكل خاص من دول الخليج ولكن أيضا من الدول الأخرى وهذا يعني تدريجيا بأنه مع استقطاب القطاع الخاص أو التأمين الخاص يعني بأنه المستشفى سوف يتحمل عبء أكثر في رعاية جزء من المرضى الذين يتطلبون مشعبه دكتور تحدي تحدي جديد إن شاء الله هو مشعبه إن شاء الله فهذا تحدي مزبوط صحيحا وبالتالي يعني نحن نفتح بهذا المجال إمكانيات أكبر للمستشفى ولله هيئة لجعلوا مستشفى ومركز على المستوى الدولي بالمعنى الحقيقي للكلمة بحيث أن يكون مركز ليس فقط تدريبه وتعليمه ولكن أيضا استقطابي للمرضى الذين يطلبون هذا النوع من العمليات المعقدة إن شاء الله دكتور غسان لطفي استشاري أمراض النساء وجراحة المناظير النسائية في مستشفى لطيفة نحن شاكرين لك هذه المداخلة ونتمنى لكم التوفيق الدائم شكرا جزيلا لك دكتور شكرا لكم شكرا إذن مستمعين مثل ما أنتم سمعتوا هذه بعض الإنجازات التي تتحقق في هيئة الصحة وكان هذا النموذج يعني من النماذج اللي نفخر بها من خلال هذا المركز المتخصص في مستشفى لطيفة والخاص بجراحة المناظير النسائية عموما بعد الفاصل عندنا وقفات جميلة وما نتحدث عن معرض الإنجازات وعن مشاركة الهيئة في هذا المعرض فابقوا معنا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي مستمعين ينطلق اليوم بمشاركة 61 جهة محلية ودولية معرض دبي للإنجازات الحكومية منصة ذكية لإسعاد المتعاملين وذلك تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وذلك في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية 2016 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض يستمر هذا المعرض ثلاثة أيام تحت شعار حكومات محلية إنجازات عالمية مثل ما ذكرنا في البداية بمشاركة 61 جهة حكومية بينها 32 جهة من حكومة دبي وخمسة جهات اتحادية و24 جهة دولية تستعرض الجهات الحكومية في دبي خدماتها الذكية التي تقدمها للتوجه نحو التطبيق الفعلي والأمثل لمبادرة صاحب سمو الشيخ محمد براشد المكتوم بالتحول إلى حكومة ذكية وتوفير أفضل الخدمات الحكومية على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وبكفاءة عالية تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين بما يضمن تحقيق جودة عالية لحياة المواطني مواطني دولة الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة طبعا هيئة الصحة ليست بمعزل عن هذه التوجهات وإنما أيضا غدت اليوم إحدى الجهات الرائدة في هذا المجال بما تحوي من كفاءات بشرية قادرة على الابتكار والإبداع وخاصة المجال الصحي والطبي أصلا مجال يعني اللي يشتغل في هذا المجال هو يفترض أن يكون نابغة فما بالكم يعني بنوابغ يعملون في هذه الهيئة عموما أنا بتكلم عن مشاركة الهيئة في هذا المعرض لكن مبعا للساني لا من خلال ضيفنا في الستوديو الأستاذ غانم لوتام ودير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي حياك الله أبو عبدالله شايف حالك يا حياتي سهلة يا بي اليوم ما شفناك في المكتب الظاهر مربوش هناك في المعرض فعشان تي يقلنا ما تصل بك وما ناخذ فكرة عامة عن مشاركة الهيئة في هذا المعرض الله يطول يا عمركم يسلم أول شيء أشكرك على تحت هيئة إنها هنفر سنستعرض إنجازات هيئة الصحة في دبي وكما هم معروف حكومات محلية وإنجازات عالمية هيئة الصحة طبقت هذا الشعار بكل معنى الحكمات المحلية هي التي تمثلها في هيئة الصحة في دبي طلعنا في هذا الاعتصال نقدر نقول أو المشاركة بثلاثة مبادرات وهي ركن السعادة والسياحة العلاجية كذلك إنجازات عالمية بنتكلم بشكل مختصر وياك عن موضوع ركن السعادة السعادة طبعا تطبيقات ذكية قامت بإنجازها وتطبيقها هيئة صحة في دبي تطبيق طفلي الذي يقجم خدمات للسيدات الحوامل كذلك تطبيق حياتي خاص بمرضى السكرية الذي يوفر لهم كافة أنواع المعلومات التي تحافظ على صحةهم وتعطيهم كافة معلومات التي كذلك تعطيهم أنهم يتعايشون بهذا المرض عدنا بعد كذلك صحتي وتطبيق صحتي يوفر لمرضى أمكانية على الصلاة على ملفاتهم الصحية وحجب المواعيد والصلاة على نتائج التحاليل هذا من ناحية ركن السعادة إذا قلنا أن ركن السياحة العلاجية الحمد لله سمت طلاقة يوم أمس من الشيخ حمدان بن محمد ولي عاحب دبي السياحة العلاجية هيئة صحة كذلك كدعمها بالسياحة العلاجية تعزيز مكان دبي كذلك على هذه الخارطة بالضبط والمستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية لما فيها من كوادر طبية وإجهزة متقدمة نقدر نسمد الله رب العالمي نكون في مصاف الدول المتقدمة في استقبال السياح للعلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارات الدبي كذلك عدنا إنجازات عالمية إنجازات عالمية حصول معظم مراكب ومستشفيات هيئة الصحة على الاعتماد الدولي اعتمادات الدوليين في مجال الأخصاب في مجال الجلطات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من هذه الإنجازات العالمية جميل هيئة الصحة الدبي دائما دائما تطلع للعالمي وتطلع للمركز الأول في كافة الإنجازات والمبادرات المتنيزة التي تشارك في هذه المحارف جميل جميل أبو عبدالله نحن مستمرين مع الزوار اللي يحابين يطلعون على هذه الإنجازات على مدى ثلاثة أيام صحيح؟ نعم نعم ثلاثة أيام من الساعة كم؟ ليه الساعة كم أبو عبدالله؟ من الساعة العاشرة صباح لحد الساعة خامسة ممتاز مكاننا وين نحن بالطبع؟ نحن في القاعة رقام ثلاثة سنكون موجودين سوادي نستعدين لتقديم كافة المعلومات للأخوة اللي يجيرونها في المعرض جميل عبدالله تبغي تضيف شيء قبل نختم اللقاء معاك؟ والله يستمي في هذا من خلال هذا البرنامج ومن خلال إباعة نور الليل المتميزة أن أدعي الجمهور الكريم للتواجد يوميا في المعرض من تاريخ داعشة من تاريخ 13 بريد على الأساس أن يطلعون على هذه الأشياء ويستفيدون من هذه الخدمات المتميزة التي هي الصحة في دبي صحيح صحيح طيب أستاذ غانم عبدالله الوتام مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة في دبي نحن شاكرين لك هذه المداخلة وأدري بك مربوش في المعرض لكن يعني آثرت أنك أنت تعطينا من وقتك هذه الدقائق فشكرا جزيلا لك في خدمتكم طالعا الله يحفظ مشكور يا أبو عبدالله عموما مستمعين مثل ما ذكر ساذ غانم اللي حاب يتواجد ويطلع على الإنجازات التي تحققت لدى هيئة الصحة في دبي من خلال هذه المشاركة ممكن أن يتوجه للقاع رقم ثلاثة في مركز دبي التجاري العالمي حيث تتواجد منصة هيئة الصحة في دبي هناك ثلاثة أركان ذكرها في هذه المشاركة رقم السعادة ورقم السياحة العلاجية وإيضا رقم الخاص بالاعتمادات الدولية أو العالمية التي استحقتها هيئة الصحة في دبي من نتوجه للعيادة الذكية والبوب جهزين عادة حين نشوف أنا قاعد أتكلم مع العيادة الذكية في عنا مشاركة ممتاز طيب نحن أيضا مثل ما أنتم متعودين مستمعين أن كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع تتواصل هيئة الصحة في دبي من خلال نخبة من الأطباء والمتخصصين عبر عيادتها الذكية لمناقشة العديد من المواضيع اللي يتم اختيارها وفقا لأهمية وأولويات هذه المواضيع بالنسبة لخطط الهيئة وبرامجها التوعوية المستمرة على مدار العام اليوم العيادة الذكية بما أننا كنا نتكلم عن معرض الإنجازات العيادة توجهته لهذا المعرض اليوم يتكلمون عن صحة الفم والأسنان صح الكلام هذا ولا لا دكتورة تثقيفي وتوعية لمرض الباركنسون حول شلل رعاش الشلل الرعاشي أو الباركنسون ديزيج دكتورة ياسمين كمالة خصائي أول طب الأعصاب بمستشفى راشد حياة الله معانا وخبرين اليوم عن العيادة بشكل مبسط شو هو الشلل الرعاشي؟ الشلل الرعاشي أو الباركنسون ديزيج هو مرض غير معروف سببه حتى الآن ولكن في أبحاث أنه قد يكون سببه وراثي أو سببه بيئي تعرض لأشياء معينة في البيئة قد تسببه وهو مرض مزمن أعراضه في أعراض حركية وأعراض غير حركية مثلا دكتورة أول شيء قبل أن أتكلم عن الأعراض أسباب المرض والفئة العمرية اللي ممكن يصاب بها الأشخاص بهذا المرض أسباب المرض زي ما ذكرت غير معروفة ممكن تبقى أسباب وراثية وممكن أسباب بيئية زي التعرض لمواد الحديزية المواد الرصاص مواد المنجنيس كل دي ممكن تبقى سبب بس لسه الأبحاث وأي عمر دكتورة؟ أي عمر ممكن يصاب فيه المريض؟ الأبحاث أثبتت أنه من 2 إلى 4% المرض ممكن يسيب فوق الستين سنة ومن 1 إلى 2% أصغر من الستين سنة فعادة لما بيجي بيبقى فوق الستين سنة بس طبعا ممكن حدوثه أقل من هذا السن طيب أعراض الدكتورة؟ الأعراض فيه أعراض حركية وأعراض غير حركية الأعراض الحركية اللي هي رعشات ممكن تيجي في الإيدين وفي الرجلين ممكن صلابة العضلات بطء في الحركة وممكن أحياناً كمان عدم الاتزان كل دي أعراض حركية ممكن تحصل مع البركنسون وقد تسبق الأعراض دي أعراض غير حركية بمعنى ممكن يكون المريض لمدة أعوام فيه أعراض زي الاكتئاب زي اضطرابات النوم اضطرابات في البول اضطرابات الضغط انخفاض الضغط أثناء القيام مثلاً أو شيء يعني كل دي حاجات ممكن تبقى موجودة وبقالها السنين والمريض مش واخد باله إن هي أعراض ممكن تبقى بتاعة باركنسون طيب دكتور هني أنا بغي يعني أسأل هل هذا المرض منتشر عالمياً نسب الإصابة بهذا المرض هل هي نسب عالية ونسب قليلة؟ هو الأرقام اللي موجودة في الولايات المتحدة فيها تقريباً مليون شخص عنده باركنسون ديزيز فهو تقريباً يعني نثبته مليون في الولايات المتحدة دلوقت الحالية طيب ليش سموا باركنسون؟ هو الشخص اللي اكتشف المرض كان سير باركنسون هو تسمى على اسمه جميل طيب دكتورة يعني الآن تحدثنا عن أن الأسباب غير معروفة أنت ذكرت أن هناك أسباب جينية قد تكون ممكن الواحد يصاف فيها؟ مصبوط ممكن أسبابه جينيتكس أو رصية أو أسباب تعرض لمواد معينة في البيئة زي المبيكات الحشرية المنجنيز الرصاص كل دي العمال المصانع للفلاحين اللي بيفلحوا الأرض بيستعملوا مبيدات كتيرة كل دي حاجات ممكن تبقى عوامل خطورة تسبب حاجة زي الفاركنسون يعني هي السموم البيئية المحيطة بالأشخاص اللي ممكن تؤثر بشكل أو بآخر على هذا المرض طيب دكتورة الآن إذا أنا مش عارف السبب من وين إي هذا المرض كيف أنا أقدر أقي نفسي من هذا المرض؟ النمط الحياة السليم بمعنى الأكل الصحي أكل الخضروات الأسماك اللي فيها الأوميجا 3 الرياضة بصفة عامة ان الواحد يبقى منضبط في حياته عامة دي كلها حاجات تخلي الواحد تقيي من كل الامراض من ضمنهم البركنسون ديز طبعا بس الرياضة وباختلاف انواع الرياضة يعني الرياضة اليوغل كل دي حاجات تخلي الواحد تقلل نسبت انه ممكن يحصل له البركنسون اذا التغذية وايد مهمة دكتورة في هذا المجال صحيح التغذية السليمة مهمة طبعا طيب الان في علاجات جراحية لهذا المرض دكتورة في علاج بالشبوب وفي علاج بال اجهزة ممكن تتحط في الامعاء اجهزة تحت الجلد وفي جراحات كمان بس كل مريض يختلف يعني حالات الجراحية دي محتاجها الطبيب يقرر انه محتاجها ولا لا مش كل مريض عنده باركنسون بيعمل عملية لا طيب دكتورة هذه حالات مخصوصة اهني انا بغي بس اذكر للمستمعين ان هذا المرض في مشاهير واصيبوا به حد منهم ما يزال على قيد الحياة واحد منهم يعني انتقل الى رحمة الله انا بغي اذكر بعض الاسامي اللي الناس ممكن تعرف كان محمد علي كلاي واحد من الاشخاص المصابين بهذا المرض او مايكل جي فوكس ممثل في هوليوود يعني في المرض ممكن يسيب اي حد ياسر عرفات دكتورة كان مصاب بهذا المرض سعود الفيصل كذلك ايضا الرواي مضفر النواب كذلك كان عنده هذا المرض فهو يعني ما بين حتى ادولف هتلر دكتورة كان عنده هذا المرض كذلك بالضبط هو الواحد ممكن يعيش مع المرض سنين طويلة باعراض بسيطة طالما هو نمط الحياة بتاعه وسليم ياخد الادوية منتظم بيحاول يعمل رياضة كل ده بيخلي حدة وشدة المرض بسيطة والواحد ممكن يعيش حياة سليمة بالمرض برضو طيب بالنسبة لكبار السن دكتورة هل فيه نصايح معينة اللي عنده مثل هذا المرض شلل الرعاش فيه نصايح معينة ممكن نوجهها لهم اولا طبعا زي ما قلت لحداك الغذاء التغذية تبقى تغذية صحية الرياضة الحاجة الثانية لازم يبقى حسب تقدم المرض لو المرض المتقدم مع المريض لازم يبقى الاهل في البيت واخدين بالهم انه دايما الارض ما فيهاش اي شيء يزحلق المريض الحمام دايما ما فيهوش اي شيء خطر يعني حتة الخطورة انه الواحد يقي المريض من انه يحصل له اي وقعات وبالتالي نقي انه يحصل اي اصابات منها دي حاجة مهمة الحاجة التانية طبعا انه العمل النفسي لازم دايما الاهل يبقى موجودين يحاولوا يخرجوا المريض يحاولوا يتصلوا به يتواصلوا معاه العمل النفسي مهم جدا كمان في مرض الفاركنسل طيب دكتورة من بين الاشياء اللي ممكن نحن نذكرها عن هذا المرض انه يعني من الامراض اللي تستدعي حقيقة تضافر المجتمع المحيط بالمريض نفسه لاخراج هذا المريض بصورة يقدر يتعايش فيها مع هذا المجتمع افرنا معلش تاني السويس ان المرض هذا دكتورة يتطلب البيئة المحيطة الناس المحيطين بالمريض انهم يكونون على وعي تام يعني يقدرون يساعدون المريض ان يتعايش في هذا المجتمع بصورة طبيعية لازم اهل المريض واصدقائه كمان يبقى فيه توعية واحنا في متشفى راشد عامين ان شاء الله يوم الاربع اللي جاي يوم تفقيفي وتوعية للمرضى والاثر المرضى بحيث يبقى فيه عندهم فكرة عن المرض وكيف يتعاملوا مع المريض من الناحية العلاجية بجميع اشكالها اذا كانت تغذية اذا كانت علاج طبيعي النفسية كل ده ان شاء الله احنا عامين يوم تصطيفي يوم الاربع الجاي في متشفى راشد ونضعوا كل الاسر لحضور اليوم ده جميل حتى الاشخاص اللي يبقون ياخذون معلومات عامة عن هذا المرض ممكن يتواصلون معاكم عبر العيادة الذكية على حسابات الهيئة دي اتشي اندرس كور دوباي من خلال الوسم العيادة الذكية والهاشتاغ سمارت كلينك وايضا عن طريق برنامج البرسكو ممكن يتابعون العيادة على الهواء مباشرة من الساعة 11 هلين الساعة وحدة بتكونون معاهم صح دكتورة؟ مصبوث مصبوث طيب دكتورة في دقيقة بس عفوا دكتورة بس في دقيقة اشرحيلي يعني الامكانيات اللي اللي تتواجد في مستشفى راشد والاشي اللي انتم ممكن تقدمونا في هذا المجال في عيادة للحركات اللا ايرادية دي معمولة مرتين في شهر المرضى الباركنسون وجميع مرضى الحركات اللا ايرادية بسفى عنا في ايضا تليفون كلينك للمرضى اللي ما بيقدروش يجو العيادة اهليهم عايدين يتواصلوا عبر التليفون في عندنا الخدمة دي وطبعا عندنا خدمات مساعدة للمرضى زي العلاج الطبيعي العلاج النفسي ده متوفر عندنا برضو في المستشفى جميل دكتورة بغيت الضيفين شيء؟ اه لا انا بس بتمنى انه نشوف الاسر موجودة ان شاء الله في اليوم التثقيفي يوم الاربع الجاي في المستشفى راشد ان شاء الله ان شاء الله ونحن نحاول نكون معاكم كذلك من خلال هذه الفعالية اه دكتورة ياسمين كمالة خصائي اول طب الاعصابي مستشفى راشد نحن شكرا لك هذه المداخلة شكرا متشكرا جزيلا مع السلامة اذا كانت دكتورة ياسمين سوف تنتقل الان الى العيادة الذكية بعد خمس دقائق تقريبا بتكون معاكم على العيادة الذكية يبغي يعرف اكثر عن مرض الشلال الرعاش ولا مرض باركنسون اللي سميته يمونا بالطبيب الانجليزي جيمس باركنسون اللي كتب مقال مفصل حول هذا المرض كان اسمين مقال الرعشة غير الارادية اللي يبغي تعرف اكثر ممكن يتابعنا على حساباتنا في الهيئة عموما وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم على امل نلقاكم ان شاء الله في الغد مع مواضيع جديدة موضوعنا باشر ان شاء الله في الملف الطبي السياحة العلاجية حتى نلقاكم في الغد ان شاء الله تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي ومن الاخراج السادة ايمان سرحير وفي التنسيق كانت معنا لخة اشواق مسعد وهذه تحيات فريق الاعداد بقسم الاعلام بادارة التسويق والاتصال المؤسسي وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي